وصل الجولة الثامنة من محادثات إحياء الاتفاق النووي وسط تحرك ديبلوماسي مكثف تشهده العاصمة النمساوية في يننا حيث تجري الوفود المشاركة لقاءات ثنائية وثلاثية تحضيراً لاجتماع اللاحق الأسبوع الجاري الولايات المتحدة وبتفاؤل حذر أكدت أن المفاوضات حققت تقدماً متواضعاً وأعربت عن أملها في أن يكون هذا التقدم أساساً يبنى عليه في الجسد المقبلة وأوضحت أن الإعفاء من العقوبات والخطوات التي ستتخذها واشنطن بالإضافة إلى عودة إيران للامتثال للاتفاق النووي هي في صميم المفاوضات الجارية ولكنها حذرت من أن الوقت ينفد أمام المحادثات إذا استمرت طهران في المضي قدماً في تطوير برنامجها النووي مصدر أوروبي لفت إلى أن المفاوضين أجروا محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية وهم يسعون بكل جدية لتقليل الخلافات في وجهات النظر أما إيران فتتحدث بنبرة أكثر إيجابية وترى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح رغم ما ترى أنه تقدم ضئيل فيما يتعلق بالالتزامات الأمريكية في المحادثات ومع أن التقدم بطيء في المفاوضات اعتبر مراقبون أصول نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونغ إلى فيينا علامة إيجابية للمحادثات الجارية حيث يتوقع أن يبحث سبل حل قضية الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا بفيتو أمريكي والمقدرة بسبعة مليارات دولار وهي الأموال التي تطالب بها طهران وربما قد تفرج عنها واشنطن كبادرة لحسن النوايا وفق مصادر ديبلوماسية ورغم عدم تحقيق اختراقات كبيرة ستكون الساعات المقبلة حاسمة وساخنة بما يكفي لإدابة الجليد عن خطة العمل المشتركة لا سيما وأن الوفود الأوروبية تأمل في اختتام المحادثات بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير ولكن إيران ترفض ربط التوصل لاتفاق النووي بمهل زمنية وتؤكد أن المواعيد الأمريكية والأوروبية غير صحيحة